ماذا سيحدث؟ طيب خلينا أقول لك بقى نروح شوية للجانب المتفائل عشان ما نسوتش الدنيا قدام الناس الموضوع ده حصل كتير؟ آه حصل كتير دايما لا يعني مش كتير لعنة البداية عند المصيين زي لعنة الفرعنة دي بتحصل ودي بتحصل يعني ممكن أذكر لك مثلا في 2006 كسبنا في المباراة اللي في تتحقيق ليبيا وكسبنا البطولة وفي نفس الوقت النقيد بيحصل في 86 أنا كنت بروح الستاد خسرنا من السنغال في أرضنا وسط جمهورنا 1-0 والنتيجة النهائية إيه؟ كسبنا اللقب طبعا النسخة اللي فاتت نفسها خسرنا من نيجيريا كان أول مباراة في المجموعة خسرنا 1-0 وكان أداء سيء جدا والنتيجة النهائية إيه؟ آه صحيح ما كسبناش اللقب بس وصلنا نهائي بالضبط تحولنا وظهرنا بوجهنا الحقيقي بعد كده وصلنا للفاينال ترانسفورمرز التحسن اللي حصل جريندايزر طبعا تحولنا إلى بتطلع كده وار وراها المغرب وراها الكاميرون صحبة الأرض والجمهور والند بالند لغاية رقلات الترجيح مع السنغال وما كانش ربنا رايد فإذا دي بتحصل ودي بتحصل فعدم الفوز النهاردة أو التعادل النهاردة مش نهاية المطاف أو ده مش معناه نحنا خلاص وهنودع البطولة لكن أنت للأسف دخلت موزنبيك في اللعبة أنت كسبت موزنبيك نقطة فتبدأ تطمع أن هي ليه ما دخلش حتى من ضمن أحسن أربع توالج فصورة أن أم عمرهم عدوا المرحلة دي لسه أقولك أنت دخلتها اللعبة يعني أنا النهاردة بلغتنا كده بلغة الكورة أبيقولك المدرب ماشي زعلان يعني كده طمعان أكتر يعني شفت بقى؟ ليه؟ لأن لقاك طيب لقاك طيب لقاك مش عاوز تضغط عليه لقاك بتستقبل الجول الأول بعدها بدقتين بتستقبل الجول الثاني وبتطلع أنت اللي بتتعادل معايا بدربة جزاء فطبعا طبع ليه؟ لأنه صدق نفسه وأنت اللي ساعدته على كده لكن زي ما أنت قلت لو كنت وريته العين الحمرة من الشوط الأول وخلصت المطش بدري بدري كنت صدرت له الإحباط وكان زي ما بنقول عرف الفرق أن دي مصر ودي موزنبيك في الكورة فأنت عندك أمل في المطشات الجاية إن شاء الله نبقى أفضل طبعا هل فيه لعيبة؟